وقعت مجموعة بنية وشركة خزنة داتا سنتر اتفاقية مبادئ لإقامة أول مركز بيانات فائق قدرة في مصر بقدرة 25 ميجا على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة التكنولوجية بالمعادة يبقى شراكة مصرية إماراتية لإنشاء أول مركز بيانات فائق الجودة بـ 250 مليون دولار أنتوا عارفين أنا بقول الخبر ده ليه؟ بقول الخبر اللي هو التوقيع اللي تم النهاردة لإنشاء أول مركز بيانات في المعادي نظرا لأنه هناك أقويل عديدة كثيرة منتشرة أنه فيه قرار من الإماراتيين ما يستثمروش في مصر وفيه قرار من السعودين ما يستثمروش في مصر وفيه قرار من المصريين أنهما ما يستثمروش وسميح سويرس قال له ما مشاء نهاردة أنا بقول لك أهو تم توقيع اتفاقه الصورة فينا هي؟ أي شراكة مصرية إماراتية لإنشاء أول مركز بيانات فائق الجودة بـ 250 مليون دولار زي ما منشور في الأخبار نهاردة وجاننا بيان بهذا الأمر يعني معناها أن الصورة اللي قدامك دي بتقول أن فيه شائعات مغرضة بتقول بتسد نفس الناس بتحبط الناس ما فيش ولا حاجة جاية من الإمارات ما هو يا عم؟ أنا بضرب مثل سريعا الكلام اللي جاننا من نادر سعد سفير نادر سعد بيقول أن الدنيا مشى في هذا الاتجاه وقادي خبر بسيط بس بيعكس أيضا هذا الأمر فائق